شوفناك فيه كيفاش تجبد قدامك موضوع متاع سحر وحكيات من نوع هذي ومع تا عادي وانتي مع تا محامل ومع مو في مستوى تعليمي معين نراش ما من امنوش برشا بالخوز عبالت هذي وقالا نتصور ما سحروش كريستيانو رونالد وميسي بشي سحروا قردياما هو كريستيانو رونالد وميسي عالم اخر والكرة الحقيقية كما يقول عبدالسلام ذي فالله لكن السحر ايجا نقول خلينا نطلقه ونتقول لي انتي مستوى تعليمي وفكر واحد هو السحر موجود في القرآن ربي سبحانه وذكره كما قال لسنجري سحر موجود لكن لكن انا ما عندكش دليل ما تحكيش فيه انا شنو اختلافي مع العربي البارح لميسيون تعدات نهار جمعة هاي شنو اختلافي ما عندكش دليل ما تحكيش انا ممكن تكويني القانون يأثر عليه انا وقت يحكي ايش تحكي قلت له ايش من السحر واش من كلام فارغ قلت له هو بول لاعب بول لاعب عمل تدوينه قال حتى السحر عندك فيه ما تقول ومن بعدك يسألوه قالهم لا راول كونت بيراتي وأنكران وتكون متاعو دونك هنا انا خلافي ما عندكش دليل اخويا عندك دليل على ان الطفول مسحور راو وان بلوس قتلوا راو كلام ضد ترك ما كش قاعد اذا كان انتي كامكشخ في بالك تحمي في الطفولة كيرا كاعد ضر فيه العباد قلقت من نوعية الخطاب هيدا حتى شفنا كذلك شون كبيرا خاطر الخطاب ما عنده حتى معنا ما عنده هنا غدوة غدوة تعرف شنو الخطاب هذي لشنو يحل بابه يحل الباب الغدوة حامزة رفاعي ضيع بينالتي يقولك مسحور ما انت هنوليه معاش النحي وحتى ملاعبي خاطر كل ملاعبي مسحور برش عبد متعرفش ان علاقتك قديما بسنجريفة هالي وكنت دفعت عليه ونبته في الملف متاع الواكر انت عدى على ذلك التهم اي نبته واخذى عدم سماع الدعوة انتي سلكت هالو معنا خدمتي كمحامي وهو وقتها متهم ولا بريء بينه بينك ده انا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا احكم بالظاهر والله ويتولى سراء الملف متاع براءة واخذى براءة في الملف مازلت محامي وديع الجريزة ده بيحاول اللي نستنعه في تعيين الجلسة وين وصلت القضية متاع مازال تعين في الدير الجيني بشني قراءتك القضية شوف دي ما ثمر وكل ملف يحتمل زوز قراءات معنات قراءة البراءة وقراءة ايدان انا بطبيعك لسان دفاع انا دي ما نمشي في البراءة ولليوم اعتقد انه الملف معناتها فارغ ومتاع براءة زوز ملفات داير اعتقد انهم متاع براءة كساسوها ملف متاع لالعاب المدرسية ولا ملف المدير فني كالعقد الزوز نعتقد انهم ملفات البراءة وعدم سماع الدعوة تصيح تعايد فيهم ما تقابلتوش تقابل فيه ولا عندي مدة ممشيتلوش عندي مدة ممشيتش هل عادي وانتي محامية ليه عادي قضية مش معنا واحد عادي وثم زملائي يمشي بيزوروه لانه مزاد ما مثل جديد عادي معنا اخر مرة وقتاش مشيت ليه عندي مدة قبل اول صيف شنو يحكي نجب نعرفو حاجات على حالته المعنوية ما ايجا نقول لك قال كليم حتى على حالته الصحية زيادة شوف ايجا نقول لك السجن راو الله لا يوريه للحد راو شوف حالته المعنوية نهار الفوق نهار اللوطة انتي والتادام امتاعو فهمت الحالة الصحية بو مثلا مش حاجة غراف معنا طبا واحد في السجن في اليوميديتي في الكاذاة طبيعي جدا باش طبيعي راو انه شوف اللي بدن وقت المورالي لا شي كما نقول ولبدن لا شي راو وهو الحاجة الثابتة انه معاش عنده بلوغ اخر الكورة بالنسبة ليه ولات ولات من الماضي عاديش مخدمتش معه وديع لانه دابور في تركيبة المكاتب الجامعية عمرو ما كلمني ومن بعدك يكلمني في احدى اللي جان ما قبلتش تصريحاتك مذهبة في الشأن هذا بمعنى مرة تقول ما قبلتش مرة تقول فما مسؤول هو ما خلانيش تخل في بوست ببناتنا وقص للطريق فما مرة تقول ما عطانيش رئيس لجنة يمون كله مع بعض واخر مرة قل في مع محمد علي غريب قلت ما نجمش نكون في البوست كيما عكاكا وانا كل بيست للنخاع شنو الصحيح في هذا كل الكل هم صحاح فماش تانيك مضرب لا فماش تضرب خاطر وقت لي انا انا ها بش فاسرلك انا تنكلمك على اساس بش نحطك بش نحطك رئيس لجنة ويجي ويجي شخص يزنزن لي في وذني انو اللي انا في حراج معاك اقتنعت بكلام وفي حراج معاك نطيحك العضو دونك ثماش كنت خل وكنت انا رئيس طحت دونك ما نقبلش كله مع بعضه موجود انا انا شوف تخدم معايا اخدم معايا فاس تو فاس معناها بالشافافي انا نؤمن بالشافافي انا نؤمن بالشافافي كان كله كلبستية ثلاثة كلبستية وهذه رسالة المحام انتي كلبست للنخاء جمهور الافريقي معناها ناس كل تعرف حالقته بسليم شيبوب مش انا بش نقول لك عليها معناها انتي عادي ما يقلقكش معناها تشوف هذي خدمة خدمة تخدم معناها ما تدخلش فيها معناها انا غضوة ودخالتي مكشخ تصير له مرمة مش كيما اي مكشخ كيما سليم شيبوب في الملف هذيك بس بالذات انا امنت برأ سليم شيبوب رفعت عليه شنو الملف ملف مارينا جمرت عندها ومش اخذية وقتها هذيك واذا دفعت عيانت على هذيك اليوم في السجن لا لا ما هو من الحكس في الاستناف انا في الاستناف ما نبتش في الاستناف خذي حكم الايدان على ذاك لا مش على ذاك ثم برش شوف رأوا الملفات يجي نقول لك حاجة المحامي يربح قضية مش خطره بطل الملف ساعات يحكم رواحنا ثم ملفات نجيوا فيها قدام المحكمة معنا فيها منقول نوليه لحاوله لوليه لنلطفه فمت ما تخاف الجمهور من كلوب مثلا حسبت هالجمهور من كلوب يتقلق يدغشش من الحق بوه هو بياته ما تغشش عليك يدغشش انا ما نبتش سليم ضد النادي لفريقيرا انا ريت النوب فيه سليم شيبوب وكي نحكي معاه على الكلوب مرة قال يسمع قالي نحكيه وكان في الملف معاش نحكيه كور خاطر اللي نقول هولو على الكلوب والاسميروس معنا نتعاركه فهمت انت قبلت تهمته بالسطوة والنفوذ والحكاية شنو تهمته انا تهمته اخي نكذب عليه وبعد عادي معنا تمشي تنوبه سطوة ونفوذ اي بطبيعة اي ارحمه عزيزة قوم ذل معنا ته الراجل المسكين مشي شوف ما عادش في السطوة متاعه شوف شوف اما وقته في السطوة والنفوذ في السطوة والنفوذ متاعه وقته انا رئيس انت حبيه شريف بالامين الله يرحمه توفى زين عبد النساتي اوحي وهو رئيس طراجي وصارت ما واقفه في الولاية في اجتماعات في الولاية وتغشوا علي ويكلموا في الشريف والشريف قالها امرو الاستاذ قال اربعوا الكلام اللي انا وصيته عليه وقتها انا هجت وما خليت ما قلت ووقتها وصلها لسليم ونعمل ونفعله ومشيت للشريف وقتها لسي الشريف الله يرحمه معايا زين عبد النساتي والشريف وقفه وكلمه قالوا تهدد في النار فهمت ثم حاجات صاروا معا النادي الافريقي ما نلعبش البر حياتي انا انا معايا سيدين احكيرك حكاية انا جيني ملاعبي النادي الافريقي ما حاجتهاش به وتحب عليه اللي طواله الاسبرانس قلوا لا ما تكوارج ما تمشيش انا مدامني محاميك ما تكوارج ولا نقلوا بره شوف محامي اخر خلي الاجراء ياخذها محامي اخر باش نعمل عدنمشي نبطل ونسكر البرومتاعي ونمشي نشوف خدم اخر خانكمل في الاخر معك بكويس جوبني